من واقع خبرة المتواضعة في عالم الانترنت بلاحظ احيانا انه بعض الافكار منتشرة كالنار في الهشيم يعني بعض الافكار بتحسها كأنها ترند الكل ما اعتقد فيها مش عارف ليش اهم تتفقوا عليها انا مش في اهم معظم هاي الافكار بتكون غلط معظم هاي الافكار بتنتشر بالناس ما عندهم وعي سواء هم مش متعلمين او هم اصلا عمرهم صغير او هم مش عارفين الصح من الغلط او مش عارفين انه بعض الافكار مبثوثة بث في مجتمعنا العربي والمسلم بهدف طضيع الدين وبهدف انهم ينتجوا جيل لا بعرف ربنا ولا بعرف دينه ولا بعرف ادب والاخلاق ولا اشي لكن الناس بتركض ورا الترنت بتشوف واحد كتب نقطة الكل اعطاه خمسمائة لايك الكل اعطاه الف شير خلاص بتدمسكها كوبي بيست ونزلها عندي بجيب مليون شير ومليون لايك زي ما عمل بدون ما يفكر في معناها او في الهدف منها من هاي الافكار مثلا بطلع لك واحد بقول لك الجيل اللي قبلنا بقولوا انهم عملوا وسووا وشو شفتوا انتو بحياتكو احنا عاصرنا حروب وعاصرنا اوبئة وشفنا الكورونا وشفنا زلزال تركية طب انا شو اعمل لك سؤال انا كمحمد ناصر شو اعمل لك انت عصرت الوباء هل قعدت توزع ماسكات في المستشفىات عن الناس لا انت كنتين في البيت وراتبك ماشي هل انت اصلا استنظفت ترد على التحذيرات والبست الكمامة غالبا انت كنت تفخر قدام ولادك وقدام صحابك انه انا برضاش البس الكمامة ولو الشرطي خلفني بقول لك خلفني بس ما بلبسها شو يعني عصرت وباء انت اكتر سبب خلى الوباء ينتشر لان انت كنت من الناس اللي مش ملتزمين بالكمامة عصرت حروب يا حبيبي على الحروب اللي عصرتها وينها جوا بيتك ولا في الشارع اللي انت ساكن فيه اقرب حرب عصرتها بعيد عنك سبع تلاف كيلو شو سويت لها بتعرف بين مين ومين اصلا ما بتعرف طب اللي قابلك عصر وحروب واللي قابلك اللي قابلك عصر وحروب وين الميزة انا مش فاهم من الافكار اللي منتشرة على الانترنت برضو لما تيجي واحد يتنزل لك فيديو على تيك توك وتقول لك البنت بتحب ابوها ما بتحبني او البنت بتشبه ابوها ما بتشبهني او البنت بتقول بابا مش راضي تقول ماما خلينا نفصلها شوي شوي اذا البنت بتحب ابوها هذا وضع طبيعي لانها ما بتشوفه كثير فهي بتشتاج له مش بتحبه اكثر منك رقم اثنين حبتك انت او هو ما بتفرج ما انت امها وهو ابوها شو المشكلة ما حبت واحد من الشارع يعني رقم ثلاث البنت بتقول بابا لانه لغويا ونطقيا وفيسيولوجيا حرف الباء اسهل من حرف الميم النطق عليها فهي بتحكي كلمة بابا قبل ماما اصبر شهر زمان بتصير تحكي الكلمتين رقم اربعة ليس علاني انه البنت بتشبه ابوها فاهميني ما هي لو بتشبه واحد تاني معناتو انت فيك اشي غلط عدم مواخذة احمد الله انها طلعت ابوها على اجل اقتنع انك شريف رقم خمسة وهو الاهم لو طلعت تشبه امها لو قالت ماما ما قالتش بابا اكماليوم بنزل في حسابك احنا نقصنا جلة عقل من الفيديوهات اللي كنت اشوفها كثير الفترة الماضي على التيك توك بيجي واحد بقول لك انا نمت عمر عشرين صحيت جيت حالي خمسة وثلاثين سنة طب يعني تعفى اهتفاها انا شو عمل لك خمسة عشر سنة سكران خمسة عشر سنة تكون داخل بغيبوبة ما كنتش معانا في الكوكب ما كنتش تطلع في الساعة كل شوي ما كنتش تطلع في الوزنامة كل يوم خمسة عشر سنة ما حد سألك شو اليوم بالشهر قلت له اليوم سبعة الشهر وثاني يوم قلت له اليوم ثماني الشهر وثالث يوم قلت له اليوم تسعة الشهر كل واحد في الدنيا عاش عمره زي ما هو وعاش عمره يوم بيوم وعاش عمره لحظة بلحظة ويمكن لك ذكريات في كل يوم مرق من حياتك كيف يعني نمت عشرين صحيت خمسة وثلاثين دخلها بمخة إلا إذا كنت زي هدول طبعون الخيال العلمي اللي بيجمدوهم بكونوا مرضى بيجمدوهم عبنما يلاقولهم علاج ما في حدا فينا زي هيك فبلاش تفاها الواحد مش نقص قلت عقل قصة إنه المرة الفلانية عملت في زوجها كذا وكذا بداية ثلاثة اربعة القصص هاي تأليف بتأليف لكن أنا بنجهر لما لاقي في آخر القصة كلمة إبليس قاعد يلطم بالزاوية أو إبليس اتعلم منها أو إبليس ضرب ابنه كاف وقال له اتعلم منها هذا كلام فارغ الشيطان بشكل عام بحبي يوسوس لك فأي إنسان بعمل أي معصية غالبا بتكون بوسوسة من الشيطان انت شو مستني من شيطان وسوس لفرعون انه يقول لناس أنا ربكم الأعلى شو في معصية أكثر من الكفر هل الشيطان اللي وسوس لإنسان طاغية زي هذا بذنب ضخم زي هذا عجزان انه يقول لوحدة متخلفة روح يشوفي حالك بهال 200 دينار اللي بتقبضيهم وعملي حالك strong independent woman واطلب الطلاق من جوزك عشان صار تجيبه مصاري وصار راسك براسه هذا قد فهي شي هاي بعمله وهو فارد إيده هاك فما بصير حتى شرعه ما بصير إنك تستهتر بالشيطان مفروض ليلة نارضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه انت عارف إنه الشيطان أكثر معصية في الدنيا ممكن تفرح إبليس لما ييجي شيطان ويقول له ما تركته حتى فرقته بينه وبين زوجه فأي واحدة بتعمل مشكلة عشان جوزها يطلقها غالبا بتكون وصوص الشيطان وكثير ناس بتهاوش وبعدين برجعوا بقولوا أعوذوا بالله هاي كانت ساعات شيطان الشيطان شو شغلته إذا كل واحد قالت كلمة إبليس صار يتعلم منها هو شو باقي يعمل من يوم ما ربنا خلق الدنيا من أتفه وأوقح البوستات اللي ممكن أشوفها أو الفيديوهات بيطلع واحد بحب الشتاء بيقول لك هاي صلنا بعز الصيف جماعة اللي بحب الصيف مبسطين؟ آه مبسطين إشي بحبه شو إلك عندي أو بيجوك في نص الشتاء أو في يوم الثلج مسكر الدنيا وما حداش عارف يطلع الشغل بيجي واحد من محبين الصيف بيقول لك جماعة الشتاء اللي بتموتوا بالشتاء هايها ثلاجات عجبكم؟ آه عجبهم طبعا ما هم بيحبوا الشتاء القصة مش قصة صيف وشتاء القصة إنه أي قضية خلافية بتلاقي أنصار الطرف الأول بهاجمه الطرف الثاني ليش؟ لمجرد إنه عندهم رأي أنا ما بحكي لا عن قضية دينية ولا قضية سياسية ولا إشي بتموت بدونه ولا إشي لو أعتقدت فيه بتخرج من ملة الإسلام أنا بحب الجهوة أنا بحب الشاي هذا إشي ما بأثر عليك ولا على غيرك أكم مليون بطلع من رصيدك في البنك لما أنا أحب الشتاء سؤال قضايا زي هيك لما تنطرح للعامة وصير كل واحد يحس إنه مضطر يعطي رأيه أو واجبه يعطي رأيه أو حجه يعطي رأيه هيك أنت بتنشر التفاهة بين الناس مش كل النكات بنفعت انت شرع فكرة أنا مرة شفت فيديو لواحد بيقول لك في ناس بتسافر وبترجع وما بتحكي طيب لو حكي شو بدك تسوي؟ بدك تعطيه حاجة تذكرة؟ لا بدك تعطيه حاجة الفندق؟ لا بدك تعطيه حاجة إقامته في هاي البلد؟ لا حكي لك شو استفاد؟ بقى لك الزلم ينسي بقى لك الزلم يخايف من الحسد بقى لك الزلم يخايف إنك تطلب منه هدية وهم مش حامل مصري على القد في ناس وصل فيها الحال إنه تنتقد لبس الناس في ناس بتلبس أبيض في ناس بتلبس أخضر يا أخي لو لبس أحمر انت كم اليوم بزيد رصيدك في البنك ما تخلي الناس تعيش من أوقح التريندات لما يجي واحد يقول لك ما رأيك فيه ويحط أي قضية دينية بيجيب إشي متعارف عليه بكل الأديان حلال في كل الأديان أو واجب في كل الأديان ما فيش حدا بالدنيا بيختلف إنه واجب وبيجي بيقول لك ما رأيك في الصلاة يعني ربنا أو جبهة بتيجي بتسألني أنا شو بدي أقول لك؟ أو بقى أحد بيقول لك ما رأيك في الرجل الذي يضرب زوجته لا في الإسلام حلال ولا في المسيحية حلال ولا في الهندوسية حلال ولا في البوضية حلال ما في الدنيا بدي يقول لك أنا مع ضرب الرجل لزوجته فاهمني لما يكون الشغلة فيها قال الله وقال الرسول الموضوع أصلا مش مطروح للنقاش أو بيجي بيسألك في قضية اجتماعية معروف أصلا أبعادها وأسبابها وعواقبها ومضاعفاتها وكل شي وبيجي بيقول لك في رأيك ما أسباب زيادة حالات الطلاق إيش هالسؤال هذا؟ قال لا عشان ما تسبش عليه شو بيقول لك؟ جوابك يعكس تربيتك يعني لو سبيت علي أنت مش مربع طب أنت تافه يعني أنت هيك يعني بتمنعني أني أنتقدك أو أراجعك لا أنت تافه لو أنت عرفت شو أسباب الطلاق شو بدك تسوي؟ غالبا اللي بنزل هذا البوست بيكون عمره 12-14 سنة بس فهمني لو عرفت شو هي أسباب الطلاق شو بدك تسوي؟ حسسني أنه أنت متجوز 400 مرة وحابب تعمل وقايا أنه تعرف كيف ما تطلقهمش شو بدك في أسباب الطلاق؟ أنت أصلا قداش عمرك عشان تسأل سؤال زي هيك؟ هذا بهم محامين قضاء علماء نفس علماء اجتماع أما أنت مهما كان تخصصك ومهما كان عمرك شو رح تستفيد لما تعرف أسباب الطلاق؟ قال لأ وجوابك يعكس تربيتك فوق ما هو تافه حرام تسب عليه اللي بيجهرني الناس اللي بيجوا بيراجعوا أو بنصحوا واحد أو واحدة تيكتوكار يوتيوبر موديل انفلوانسر كل التسميات التافة هاي بتكون واحدة كل محتواها إنها بترقص أو بتتشلح أو بتغني أو أي إشي فيه إغضاب لله وبيجي بيقول لك أنت حرة تفتحي قناة أو لا أنت حرة تغني أو ترقصي بس أنا الكلمة اللي قلتها بالفيديو فلاني ما عجبتني أو بيجي بيقول لك أنا ما إلي دخل شو بتعملي أو ما إلي دخل لش الناس بتحبك وبتابعك لكن الكلمة الفلانية غلط لا يا حبيبي إليك دخل ونص خمسة كيف ما إليك دخل أنت إليك دخل وأنا إلي دخل والمجتمع إليه دخل وكل الدنيا إليها دخل أنت عارف أنه فيه إشي اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب عليك غصبا عنك مش على كيفك وعارف أنه كل الأمم السابقة وحتى إحنا كمسلمين ربنا أهلكهم لأنه ما صار عندهم أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر اتذكر قصة سيدنا لوت زوجة سيدنا لوت ليش ربنا أهلكها ما كانت تشارك في المعصية لكن كانت توافق عليها فرعون ربنا قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين طب جنودهما شو دخلهم أول كلمة راح أقول لك أنا عبد المأمور لا يا حبيبي مدام أنت وافقتوا على الموضوع ما قلت له اتق الله عذابك من نفس عذابه بالضبط فما في إيش اسمه أنت حرة تعمل اللي بدك هيه بس الكلمة الفلانية زودتها لا أنت مش حرة وغصبا عنك بديك تبطلع اللي بتعمليه أو بطلع لك واحد تافه بيقول لك أنت حر ما لم تضر ومين قل لك أنه جلة الحياة اللي بتعملها ما بتضر أنت إذا ما جيت علي دخلت بيتي وقتلتني بسكين وطلعت معناته سول بالضكاء لا الرجل حرام العري حرام جلة الحياة حرام جلة الأدب حرام كل هذا بأثر على نفسية ناس بأثر على أخلاق ناس بضيع أجيال بحالها أنا كيف بتقنع ابني أو بنتي أنه لما يكبر يدرس أو يشتغل أو يفتح بزنس أو يصير رجل عمال وهو شايف غيره بتفتح قناعة تيك توك ما بتكلفها جرش واحد مجرد هزت هزتين بخسرة صار معها آلاف كيف بدي أقنعه هذا أنه في حياة وفي جد واجتهاد وعمل ومن جد وجد والكلام هذا فانت ضرتيني وأنا قاعد ببلد وانت قاعد ببلد لا تقول لي أنت حر ما لم تضر انت ضرتني أكثر من اللي قتلني تقتلتني وقتلت عيلتي كلها دمرت أسرت كلها من أكثر الأفكار اللي بترفع الضغط الستيريو تايبينج اللي بصير للستات بالذات أي فكرة غلط حول النساء بترفع ضغطي ناس بتعمل فيديوهات وبتنزل بوستات على الفيسبوك بحيث تفهم أنه الستات قليلات عقل ناس بتنزل فيديوهات وبتنزل بوستات الستات انخلقوا للنكد ناس بتنزل الستات كل واحدة بتشكوا بجوزها طب لو أنا إنسان عزابي لسه ما تجوزت راح أشوف كل يوم خمسين بوست ومئة فيديو بيحكوا بنفس الموضوع بطلت تجوز إذا كل الناس عهد زي هيك وكل النسوان بيشكوا وكل النسوان قليلات عقل وكل النسوان لا بديش تجيزوا كلها فإنت بتنشر سمعة غلط عن فئة من الناس موجودة انت ما بتخترع كون ثاني بتنتقد الناس اللي فيه الصح إنه النساء زيهم زي أي فئة بالمجتمع فيهم اللي كويس وفيهم اللي مشي كويس بس انتهى فأنا لما يجي واحد يقول لي شو رأيك بالنساء شو رأيك بالرجال شو رأيك بالسود شو رأيك بالبيض يا أخي تجواب على كل هاي الأسئلة فيهم الصالح والطالح إنت ليش بتسأل بتضيع وكتي من أغبى الناس وأنا مش آسف على أي كلمة نقلت بهذا الفيديو من أغبى الناس اللي بيجي بيقول لك موليد 2007 تجوزه وانا لأ طيب أنا شو أعمل لك ألملك تبرعات يعني ولا إيش موليد الألفين تجوزه وانا لأ طيب هم يتعبوا واشتغلوا وتعينوا وحوشوا ودوروا على بنت الحلال وتجوزوا وانت قاعد زي قفة الهم روح يشتغل لك شغل يجيب لك جرشين ودور على بنت حلال بنت على مناس تجوزها مين مانعك هل الشغل تحرم بالبلد هل النسوان بطلوا يتجوزوا هل طلع قرار ممنوع أي مأذون يشتغل انت اللي قاعد زي قفت لهم قد ديلي إياها لايك وشيره بتعملش إشي حتى لو أبو دعمه المهم في سبب انت أبوك ما دعمك ليش قول لأبوي ادعمني بتصير زيه ايش تغل زي ما اشتغل بتصير زيه يا أخي في ناس اتجوزت بالصدفة بعطي لايك لصورة ثاني يوم بتحبه ثالث يوم بيكتشف إنه وافقت عليه مدام في سبب دور على السبب وعمل زيه بديش أقول لك صير أحسب منه لكن شغلة إنه تعمل حالك مندهش كيف الناس بتصير وانت لا ما بعملوا إشي خارق وغير هيك أنت هيك بتحسده وما بطلع لك انت سمعت عن إشي اسمه نصيب خلص نصيبه يتجوز البنت هاي في اليوم هاي في المكان هذا انت مش رح تتجوز إلا لما يجي نصيبك هذا إذا كان عندك إيمان يعني من أكثر العادات اللي بتجهر جروبات الاستشارات خاصة الاستشارات الطبية تيجي واحد بتقول لك جوزي بخولني شو أعمل طب ما نص اللي بجاوبه نسوان ونصهم كرهنين الزلام وروح أقولولك اطلبوا الطلاق انت بتسأل مين جوزي اكتشفت إنه بعمل كذا وكذا جوزي اكتشفت إنه بخب عني فلوس جوزي اكتشفت إنه متجوز علي بالسر خطيبي بخيل خطيبي عصبي خطيبي مش عارف شو انت كيف خطبتي أو تجوزتي ومش عارف كيف لازم تتعامل مع جوزك تسألي ناس ما بتعرفيهم ولا بتعرفي ملتهم ولا بتعرفي هم صغار ولا كبار ممكن ثلاثة ارباع اللي بجابوا عمرهم تحت 12 فكرة إذا معكيش خبر رقم اثنين حتى لو اللي قدامك عمره 100 سنة متجوز 500 مرة سؤال زي هيك يا بتسألي لمفتي يا إما قاضي يا إما عالم نفس يا إما دكتراف علم الاجتماع أي واحد غير هذو الأربعة أنا بغتيك فيها حرام شرعا تسألي لو الاستشارات الطبية يا حبيب على جروب الممز واللي بصير فيه مرة واحد ضافني بالغلط شفت العجب جوا يا بنات ابني طلع على رجله طفع غريب ومصورة رجل الولد طالع له حبتين هالجد اللي بتقولها الدواء اللي فلاني واللي بتقولها الدكتور اللي فلاني واللي بتقولها حطي حلبة واللي بتقولها حطي ينسون واللي بتقولي لها انس الموضوع واللي بتقولها الولد جاعد بموت طب شغلة انت بتفهميش فيها ليش بتفتي فيها مرة شفت واحد منازل على جروب ممرضين ممرضين كاتب أنا جرساتني عقرب شو أعمل نعم يا ختي انت بتضل قاعد لما واحد يتذكرك وكتب لك تعليق ما تطلع على أقرب مستشفى وتخلص من جديد شفنا واحد من الناس في إحدى البلدان العربية اشترى سيارة وسيارة غالية بصراحة لكن الزلم هاد ربنا معطيه معظم التعليقات طب جاب السيارة خمسة عشر مليون دولار ولا بوصر قديش ولا عشر مليون دولار لو وزع هذا المبلغ على عشر تلاف محتاج مش كان أحسن لا مش كان أحسن أولا انت مال أمك مع عدم احترام إليك انت مال أمك أنا مش غني بس أنا بقول لك انت مال أمك شو دخلك يعني الزلمي قاعد سنين وهو يشتغل لما جاب هالفلوس ومن حقه يصرف هو لما بده رقم اثنين لو فيه فقرة بالبلد هاي مسؤولية الدولة هو واجب عليه شرعا وقدها على مئة مرة صدقات مش شرط كل ما يتبرع بدينار يجي يقول لك اسمع هاي نتبرعت لفلان ووقتها راح تقول عليه بيحب الرياء صح ولا لا فيمكن يكون بعمل خير من أبواب ثانية مش مضطر برر لحضرتك أنا مش مع التبذير والإسراف لكن يمكن عنده وجهة نظر معينة يمكن هو من أيام ما كان فقير نفسه بهاي السيارة تعرفش فإذا حضرتك قلبك على الفقرة اشتغل وحوش وصير ملياردير ورما ما صاريك على البسوة وما بسوة وبعدها تعال قول ليش من الأفكار اللي بتجهرني على التيك توك والفيسبوك وغيره الأفكار اللي مش ممكن تصير ومش فاهم شو الهدف منها بيجي واحد بيكتب لك لو قالوا لك ترجع بالزمن لورا ترجع لأي سنة وليش أو مين حابب تشوف في هذه السنة طب انت شو بتستفيد من هالسؤال هل بتصير أحسن؟ هل نفسيتك تتحسن؟ هل انت كنت جعان اشبعت بعد هالسؤال؟ هل رصيدك في البنك بزيد؟ أم انت بدك تنشر الهبل والتفاهى وقلت العقل بين الناس؟ واحد بيقول لك لو قالوا لك ترجع واحد مية من الموت مين بتختار؟ أنا أرجع واحد مية من الموت هاي الشيغل بيقدرش عليها الله ربنا انته بل كلمة لو تفتح عمل الشيطان أنا عارف شو عمل بالواقع لما تخيل شو بدي أعمل بالخيال يا راجل صلى عن النبي على قولة حزن مبارك يا راجل كبر مخك يا راجل كبر مخك بالنهاية لا تسامحوني إذا احتدت لأنه الموضوع برفع الضغط وكل واحد سبيت عليه بيستاهل مسبق أكبر بس أنا هيك محترمكم أصلا يعني أنا بحكي بهذا المستوى لأنكم موجودين لو أنا بحكي بين وبين حالي كان انسى الموضوع المهم بالنهاية لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد ناول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته